من اجل القاء نظرة الوداع على الزعيم الافريقي الراحل نرسون منديلا تدفق الرؤساء والقادة والمشاهير ايضا من جميع انحاء العالم يوم الثلاثاء للانضمام الى عشرات الالاف من ابناء جنوب افريقيا في ستادي ساكر سيتي بجهانسبيرغ لحضور مراسم تأمين تكريما لقدرة على ازالة الاختلافات السياسية والعرقية والتقريب بين الخصوم وتحت الامطار الغزيرة توافد المواطنون وهم يغنون ويرقصون في المكان نفسه الذي شهد قبل ثلاثة وعشرين عاما احتفاء انصار منديلا به بعد خروجه من سجن نظام الفصل العنصرية وعلق بانجيمون الامير العام للامم المتحدة كلمة خلال المراسم نيلسون منديلا كان واحدا من اعظم قادة عصرنا كان واحدا من اعظم معلمين لقد علمنا باعطائنا القدوة والمثل لقد ضحى كثيرا وكان مستعدا للتخلي عن كل شيء في سبيل الحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة وشارك في مراسم التأبين قادة الدول شهدت عداء فيما بينها مثل الولايات المتحدة وكوبا وايضا زنبابوي وبريطانيا لكنهم جميعا وضعوا خلافتهم جانبا في هذا اليوم وخفطت اصوات العدوات اثناء تكريم ذكر منديلا الذي استخدم ايمانه بالمصالحة في توحيد جنوب افريقيا ذات الاعراق المتعددة كما حضر المراسم بعض الرؤساء السابقين مثل الامريكيين جورج بوش وبالكلينتون وجيمي كارتر وكذلك الفرنسي نيكولاس ساركوزي وتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يوافق يوم الثلاثاء تعتبر مراسم تأبين منديلا في الاستاذ الذي اسعى 95 الف شخص الحدث الاهم في اسبوع حداد وطنية ورغم الامطار سرد اجوان احتفالية خارج استاذ ساكر سيتي ورقص المواطنون واطلقوا صفارات الفوفوزيلا وانشط اغنيات تعود لايام الكفاح ضد التفرقة العنصرية وفردت اجراءات امنية ضخمة لتأمين الحدث حيث منعت السيارة الخاصة من دخول المنطقة المحيطة بالاستاذ وطلبت السلطات المواطنين الراغبين في المشاركة استخدام المواصلات العامة وبعد انتهاء المراسم سيظن جثمان منديلا مسجيا على نعش مفتوح لمدة ثلاثة ايام في بامنا يونيون بيلدنس في بريطاريا الذي ادى فيه منديلا اليمينة الدستورية كاول رئيس اسود لجنوب افريقيا عام الف وتسعمائة واربعة وتسعين ويدفن منديلا بعد ذلك يوم الاحد في الخامس عشر من ديسمبر في كونو مسقط رأسه باقليم كيب الشرقية الوقع على بعد سبعمائة كيلو متر جنوب جهانسبرغ ولن يشارك الكثير من زعماء العالم في مراسم الدفن في كونو حيث يرجح ان تكون عائلية وخاصة رحاب علاء رايترس